أنا سعيد بهذا الجمع الطيب بارك الله فيكم جميعا يا أبنائي تعال يا هاني وأنت يا هناء واجلسوا بجانبي فأنا مشتاقة إليكم كثيرا جدتي لو سمحت أعطني قطعة من الكعك تفضلي يا حبيبتي أعطني قطعة كعك خذ بنفسك أمتي من فضلك أعطني كوبا من العصير تفضلي يا عزيزتي أعطيني كوبا من العصير خذ بنفسك جلس هاني فيها بمفرده تبدو عليه علامات الحزن وبعض من قطرات الدموع تتساقط من عينيه وهو يحدث نفسه بصوت عال لماذا لم تعطني جدة الكعكة مثل هناء ولماذا لم تعطني عمتي العصير مثل هناء إنهم يحبون هناء ولا يحبونني أحس هاني بالضيق وطلب من والدته الذهاب إلى المنزل قائلا أمي أريد الذهاب إلى المنزل لماذا يا صغيري لأن جدتي وعمتي لا يحبونني وأخذ هاني يجهش بالبكاء وتنذرف الدموع من عينيه سمع الجميع صوت بكاء هاني فاجتمعوا حوله وقال الجد جدتك تحبك مثل ما تحب هناء تماما وعمتك أيضا ولكن من آداب الحديث أن تطلب ما تريد بصوت منخفض وهدئ وبكل احترام وتقول من فضلك أو لو سمعت وهذا ما فعلته هناء فقد قالت لجدتها لو سمعت وقالت لعمتها من فضلك خجل هاني من نفسه لو سمحت يا جدتي أريد قطعة من الكعك من فضلك يا عمتي أريد كوبا من العصير فضحكوا جميعا بصوت عال ومسح الجد حامد على رأس هاني فقبل هاني يد جده